أهلا بكم كالنار في الهشيم تشتعل ظاهرة العنف الأسري في البلاد إحصائية جديدة أعلنتها وزارة الداخلية كشفت خطر ارتفاع نسب العنف الأسري حيث تلقت الشرطة المجتمعية في النصف الأول من العام الحالي بيانات 1262 مناشدة لقضايا عنف أسري أكثر من 70% منها مورست بحق نساء ونسبة منها سجلت حالات عنف بحق أطفال ورجال في الرصافة وحدها سجلت 1733 دعوى عنف أسري في النصف الأول من العام الحالي بحسب محكمة استئناف بغداد الرصافة ومعظمها حالات تعنيف بحق النساء الظاهرة أعادت للأذهان آخر حادثة مفجعة في مدينة الصدر والتي راح ضحيتها الطفل زينب التي هشم والدها رأسها وأضلعها عوامل تغذي ارتفاع نسبة الظاهرة منها العقلية الذكورية واستغلال حجة التقاليد بالاعتداء على النساء فضلا عن هاجس الفضيحة الدائم المشكلات الاقتصادية كالبطالة والفقر وغياب فرص العمل وانتشار طاعات المخدرات والكحول بين فئات المراهقين والشباب واستغلال المرأة والأطفال عبر منصات التواصل الاجتماعي دون وجود رقابة حكومية وعقوبات رادعة ما أدى إلى استفحال الخلافات الزوجية وارتفاع حالات الانتحار والعنف والقتل ففي عام 2020 شرع قانون مناهضة العنف الأسرية ومرر إلى البرلمان لكن القانون لم يشرع حتى الآن بسبب معارضته من قبل جهات سياسية بذرائع دينية تؤدي لتفكك أسري بحسب وجهة نظر تلك الجهات في كل الحالات فإن خطر العنف الأسري لازال ينتشر بتسارع كبير دون حلول توقف قوافل الضحايا والمعنفين هذا كل ما لدي شكرا لكم